مشاكل عملي وموضوعي يعني طبعا تعالوا نبص لاخر اللقاء طبعا يعني انبارا كان فيه احداث وملابسات كتيرة جدا يعني من ضمنها ان اضطر النادي الاهلي ان هو يستكمل المباراة بعشرة تعاملين فقط من اول ديئة 69 بعد طرد خالد عبدالفتاح طبعا نجح فريق فلامينجو في انه يستغل هذه الفرصة فرصة المقص العددي في صفوف النادي الاهلي وبالتالي سجد هدف التعادل في الديئة 77 عن طريق فيدرو وبعدها تحقق الفوز لفلامينجو البرازيل عموما كده اضاف فريق فلامينجو الميدالية البرونزية للميدالية الفضية اللي كان حصل عليها بكده في نسخة 2019 لما خسر في المباراة النهائية امام فريق ليبربول الانجليزي بهدف نظيف زي ما حصل يعني برضو زي ما بيحصل فيه كل المباراة اللي النادي الاهلي بيفوز فيها حتى لو كان فايز في بطولة عالمية او بطولة افريقية دايما بيتقال ايه احنا هنقلب الصفحة هنقل نفس الجملة هنقلب الصفحة والركز في اللي جاي على الصعيدين الافريقي والمحلي عندنا دوري ابطال افريقية وكمان عندنا مباراة الدوري اللي احنا متصردرينه حتى هذه اللحظة طبعا هنتكلم في كل ده وحنتكلم بالتفاصيل برضو في الفقرة الحوارية يا كريم لكن لازم الواحد يعدي سريعا برضو لان انباراة كان فيه بعض الصور او المشاهد الغريبة يعني تاني هرجع اقول احنا مش من الناس ولا من الاندية ولا من النوعية اللي لما بنخسر بنطلع نعلق الغلط على شماعة معينة مش احنا بس فيه حاجات بتبقى محل دراسة او محل كده زي ما بتقال محاولة انك تفهم يعني انا مبارح مثلا لما شوف مباراة مع احترامي الشديد طبعا لتقم التحكيم لكما شوف حكم بيروح للفار اكتر وطريبا ثلاث مرات او حاجة زي كده علشان يقتنع او يشوف الفار عايز يقوله ايه ومش بيقتنع في معظم الاحيان بكلام الفار فهنا فيه حاجة غريبة يعني لما يبقى الحكم بتاعي حكم الساحة بيتطر الفار انه هو يقوله لأ تعالى شوف من زاوية الفار لان انت ربما خاطئ في حكمك او ربما يعني هيبقى فيه كده الى حد ما بعد مش عايز اقول الغلط اختلاف وجات النظر فانك تروح تلات مرات في المباراة واحدة وكمان تباين للكل انك مش مقتنع برأي الفار اللي هو مفروض الفار هي الاداة الوحيدة عالميا في عالم كرة القدم اللي ما فيهاش كلام بقى يعني خلق اذا ده مشين اللي بتبص مش احنا يعني مفهاش عنصر بشري الى حد كبير عنصر البشري بتاع 10% البقية 90% هي الكاميرات والزاوية فالعنصر البشري مش موجود فيها فانت بقى لو عندك مشكلة مع المشين ده موضوع تاني يعني بجد فيه ايه لا فيه حاجات مبارح غريبة